السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبول الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا خالصا اللهم اجعل عملنا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صل عليه صلى الله عليه وسلم اللي لادي حنعيش مع قصة سميتها قصة ثبات قصة ثبات سنقف الليلة دي مع قصة من قصة ثبات نعرف من خلالها إزاي نوصل للثبات وأدي إيه كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حريص على المؤمنين وحريص على كل من آمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يضل بعد هداية إنه لا يزيغ بعد إيمان إنه يظل ثابتا على التوحيد الخالص حتى يلقى الله وربنا عن نارات وسيلة من وسائل الثبات يحكيها لنا سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتحكيها لنا أيضا السيدة عائشة والسيدة أم سلمة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أما حديث أنس فهو في صحيح الإمام مسلم وعند الإمام أحمد في مسنده وحديث السيدة عائشة وحديث السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فحديث أم عائشة وأم أم سلمة في صحيح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جمع الترمذي وصححه السادة العلماء من المحدثين سيدنا أنس يحكي لنا فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله ما لك تكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رسول الله آمنا بك وصدقنا بما جئت به أتخاف علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أخاف عليكم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء فمن شاء أقامه أقام ومن شاء أزاغه أزاغ هذا الحديث في الصحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأيضاً هو عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد هو إسناد رجال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأخرجه أئمة كالإمام الترمذي وغيره الإمام الترمذي أخرج هذه القصة أو هذا الحديث من حديث الصحابية الجليلة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وأيضاً من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في حديث أم سلمة إن شهر بن حوشب وهو من التابعين سأل أم المؤمنين السيدة أم سلمة وأن لها يا أم سلمة يا أمي ما هو أكثر دعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه عندك لما سيدنا النبي موجود عندك في ليلتك يا أمي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر دعوة لحظت إن هو بيدعيها هي إيه فدلتنا على هذه الدعوة المباركة ألت له أكثر دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بها عندي وأسمعه وهو يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر اكثاره من هذه الدعوة وحرصه عليها فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ تقريبا نفس الكلام لكن الفرق أن السيدة أم سلمة قالت لنا أن دي كانت أكثر دعوة سيدنا النبي حريص على أن يكثر من تكرارها عندها في بيتها أو في حجرتها أما حديث سيدنا أنس فبيقول أنا سمعت سيدنا النبي كتير بيدعي بالدعوة دي فسألت سيدنا النبي يا رسول الله ما لك بتدعي بهذه الدعوة كثيرا عن بقية أي دعوات أخرى انت خايف علينا يا سيدي هذه الزيادة زيادة مهمة جدا وحنحتاجها معانا في الوقوف في التأملات مع فوائد هذه القصة أتخاف علينا آمنا بك وصدقنا بما جئت به يا رسول الله أتخاف علينا يعني بعد هذا الإيمان الصادق الذي ظهر لك والذي من الله تعالى علينا بالشهادة بأننا من أهل الإيمان يعني مثلا قول الله عز وجل في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة الشهد النآية كمثل هذه الآيات في سورة الفتح تشهد لهؤلاء الصحابة الكرام اللهم حول رسول الله عليه الصلاة والسلام تشهد لهم بالإيمان في أول سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فهذه الآيات تشهد للصحابة أنهم من أهل الإيمان وأن الإيمان نزل في قلوبهم شهادة من الله جل جلاله فسيدنا أنس على الصدق الذي هو فيه والإخلاص الذي هو عليه والإيمان الذي في قلبه والذي يشهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرب ومعاملة فقال له يا سيدي من تعرفنا كويس أتخاف علينا بعد الإيمان بك وبعد تصديقك وتصديق ما جئت به أتخاف علينا وده سؤال لطيف جميل جدا والإجابة من سيد النبي ألطف وأجبر أي أجبر لخاطر هذا الصحابي وألطف في البيان أتخاف علينا؟ قال له أيوة أخاف عليكم نعم أخاف عليكم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء هذا هو السر في إن سيد النبي عليه الصلاة والسلام خايف على إخوانه من الصحابة خايف عليهم بعد هذا الإيمان الذي ظهر بجلاء بعد هذا التصديق الذي ظهر كالمعاينة بعد هذا الخير الحاصل منهم بعد كل هذا المستوى الرائع في السبات سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا خايف عليكم خايف عليكم لتزل قدم بعد ثبوتها خايف عليكم أن تزيغوا بعد هداية خايف عليكم فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء طبعا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل له منهج أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حتى العلماء يعني كرهوا أن الواحد يشاور كده بصابعه ومثلا بيقول بين أصبعين ويشاور كده بصابعه وخطأ من يفعل هذا وقاله لأن هذا يعني قد يظهر منه أن فيه تمثيل بالجارحة لله عز وجل فالأولى وإحنا بنقول الدعاء ده إن إحنا نلتزم الهدوء والسكينة وإنت بتقول هذا الحديث أو هذه القصة إن ما تحركش صوابعك حرك لسانك بس وقول احكي الكلام إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء وهذا تنبيه تذكرة لنفسي وتذكرة لإخواني من طلبة العلم ومن الدعاء إن إذا ذكرت هذا الحديث على المنبر أو في ندوة أو في محضرة أو قدام أي حد بتذكر بهذا الحديث ما تحركش صوابعك وإنما التزم الهدوء إذا كده تبقى جنبك أو قدامك التزم الهدوء والسكينة تماما حتى لا يتراء للسامع أنك كأنك تشبه الله عز وجل أو تشبه أصابع الله بأصابعي فنعوذ بالله تعالى من التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل ونعوذ بالله تعالى من الشرك والبدعة ونسأل الله عز وجل أن يحينا جميعا على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد الخالص حتى نلقى الله تعالى وهو عن نارات القصة دي يا جماعة قصة ثبات فيها وسيلة من وسائل الثبات وكمان فيها إحنا بنتعلم بقى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي كانوا قريبين من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم حرصهم على تعلم العلم وحرصهم على التركيز مع الشيخ المربي القدوة هنا المثل الأعلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شوف سيدنا أنس مركز جدا مع سيد النبي عليه الصلاة والسلام مركز جدا هو بيقول إيه هو بيدعي رفع إيده طب ممكن أسمع هو بيقوله يعني يتسنى لي أن نسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته قليلا بالدعاء يعني يبقى بيدعي كده يسمع من بجواره أو من حوله مش بصوت جهوري لا وإنما إيه بصوت خافت والفايدة هنا برضو نتعلمها من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فايدة تربوية تعليمية يعني أنت ما تدعي كده في سرك خلص كده وتقول أنت مش سمعني أنا بقولي مش كده لكن لو أنا عليت صوتي كده سنة صغيرة وقلت مثلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك لو أنت حضرتك واقف جنبي مني أو حولي حتسمعني أنا بقول إيه معي أنا ما بزعاش دي وسيلة تربوية نعلم بها بعضنا تعلم بها أولادك تعلم بها أهل بيتك تعلم بها أصحابك تعلم بها الناس ببساطة لو حد جنبي منك مثلا في المسجد ولا حاجة أنك أنت تعمل حاجة زي كده ببساطة أو لو أنت في البيت وصليت النافلة وبتصلي بالليل ورفعت إيدك إلى الله عز وجل وبتدعي الله عز وجل ما تدعيش في سرك كده بشفيفك يا دوبك أنت محدش يبقى سمعك لا حاول تسمع لو حد بيمر جنبي منك يقوم ابنك أو بنتك يتعلم أو تتعلم النبي كان بيعمل كده مع الصحابة سيدنا أنس ربيب بيت النبوة عشر سنين في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بيت سيدنا النبي كما تعلمون وهو صبي صغير عنده عشر سنوات جاءت به أمه أم سليم ترجو من النبي أن يقبل هديتها قالت له اقبل هديتي اقبل ابن أنس يبقى خويدم تحت رجليك يا سيدي يخدم بس عليك بل خادم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه وقربه وكان أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه كان محب لخدمة سيد رسول الله وأيضا من المكثرين مركز جدا في السماع لسيدنا النبي ومن المكثرين في الرواية عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا عاتف في السيدنا نبي عشر سنوات ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله وما ضربني قط وما ضرب خادما قط ولا امرأة قط وما كان يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله ويقول لنا ما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله على سيد الناس اللهم صلي وسلم وبارك عليه هنيالك يا سيدي سيدنا أنس وانت قاعد تحت رجلين سيدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تسمع منه وتركز معه في أساليبه التربوية وفي دعواته وفي أذكاره وفي الوحي الذي ينزل عليه وفيما يقوله وفيما يفعله ثم توصل إلينا هذا جزاك الله عنا وعن كل الأمة خير الجزاء سيدنا أنس ابن مالك بينقلنا هنا مشهد تركيزه مع سيدنا النبي خلاصة تركيزه في حال سيدنا النبي في دعوة من الدعوات قال أنا ركزت كده في دعوات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي أنا بسمعها منه هو بيدعوها فلقيت أكتر دعوة بيدعيها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ودينا استفيد منها أن المفترض أن أنا وحضراتكم تبقى الدعوة دي أكتر دعوة إحنا بندعيها في دعواتنا وهو إذا كنا بقى فعلا متبعين لسيدنا النبي وبنحب سنة سيدنا النبي فهذا من السنة الإكثار من هذه الدعوة وأن نكرر هذه الدعوة جدا ونلزمها في أحوالنا ونكررها بألسنتنا وبقلوبنا في غالب أحوالنا علشان نبقى متبعين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيا حب ذا لو فعلنا هذا وعلمنا بعضنا بعضا هذا أنك أنت تعرف ولادك وتعرف زوجتك أن دي كانت أكتر دعوة سيدنا النبي بيكررها وبيدعوها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لاحظ معايا النبي ما كانش بيقول يا مثبت القلوب زي ما بعض الناس بيقولوا بعض الناس بيدعي الدعوة دي يدعي يقول إيه يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك مع أن الله هو مثبت القلوب أيضا فالذي يقلب القلوب هو الله والذي يثبت القلوب هو الله ولكن سيدنا النبي كان يقول لفظ سيدنا النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك انتبه لهذه طب ليه سيدنا النبي كان بيقول يا مقلب القلوب ويكثر من أن يقول يا مقلب القلوب ولا يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب مش يا مثبت مع أن الله هو المقلب وأن الله هو المثبت للقلوب أيضا ليه يا مقلب القلوب دي فيها سر إيه السر هنا السر مرتبط بالقصة اللي معانا اللي لا دي اللي هي إيه الخوف إشاعة الخوف في القلب تهييج نفس الخوف في القلب لاحظ معانا في القصة هنا سيدنا أنس يقول للسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله آمنا بك وصدقنا بما جئت به أتخاف علينا قال نعم أخاف عليكم القلوب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء يعني إيه عايز تقول إيه يا شيخ عايز أقول أني يا مقلب القلوب الدخلة دي في الدعوة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الدخلة دي تهييج الخوف في قلوبنا بالتذكير تذكير للعقل والتذكير للقلب بأن القلوب تتقلب وأن الله تعالى يقلب القلوب فنحن نلجأ إلى مقلب القلوب بخشية وبحذر وبخوف شديد نخاف أن يقلب الله تعالى قلوبنا فندعوه بصدق اعتقاد ونحن على يقين أن الله هو مقلب القلوب يقلبها كيف شاء ندعوه ونلجأ إليه ونناديه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك شفت بقى الإحساس هنا لما نفهم الفرق هو أنا بقول يا مقلب القلوب لي وما أقولش يا مثبت القلوب لي رقم واحد نكثر من قول يا مقلب القلوب لأن النبي كان يقول هذه الدعوة هكذا يا مقلب القلوب طب يا شيخ يعني لو واحد قال يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حرام ولا عب لا ولا حرام ولا عيب طب بيدعى لا برضو ولا بيدعى ولا حاجة ولا حنبدعه ولا حنرم عليه فعله ولا حنحرم عليه عشته ولا حنقوله أنك أنت كده ضل مضل ولا حاجة لا نقوله أنت دعوتك صحي برضو ليه لأن الدين عندنا يسر ولكن نحاول أن نجتهد في لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لزوم دعوة النبي لزوم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فلما نتتبع الطرق بتاعة القصة دي أو بتاع الحديث ده حين نتتبع طرق هذا الحديث طرق المتن ده فنلاقي أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فاحنا كمان نعمل بقى زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين لما نحاول نفهمها من تفسيرات السادة العلماء إيه السر وفيه سر يا مقلب القلوب عن يا مثبت القلوب أيها السر إيه إزعاج القلب بالخوف تهييج الخوف في القلب مش إحنا وإحنا جيين لربنا يا جماعة بني جي شوية خوف وشوية رجاء مش العولة ما قالونا كده قالوا أن الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى إيمان خالص ويحتاج إلى جناحين مع الإيمان ده الجناحين دول اللي أنت بتحلق بهم في سماء الإيمان خوف رجاء خوف رجاء يبقى أنت مؤمن خايف راجي خايف من عذاب الله خايف من عقاب الله خايف من انتقام الله خايف من تقليب القلوب خايف راجي أرجو رحمة الله أرجو عفو الله أرجو ستر الله أرجو مغفرة الله أرجو رضا الله أرجو الجنة من الله يبقى خايف راجي والأصل أنك مؤمن مؤمن خايف راجي يبقى أنت جايل ربنا بإيمانك مع الخوف والرجاء شوية خوف وشوية رجاء مش على طول خوف 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 على طول ما فيش رجاء يبقى كده حنيئس او رجاء 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 على طول يبقى كده نخسر ونخيب ليه واحد بقى كل ما يغلط غلطة تيجي تذكره ويقولك ربنا غفور رحيم ربنا حليم ستير ربنا عفو يا شيخ رحمة ربنا واسعة ورحمتي واسعة كل شيء بس ربنا علمنا فسأكتبها المين الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآيات يعني في أوصاف سمات ربنا بشر نبيها وبشر اللي يعملها يدخل في رحمة الله عز وجل لكن كما أن رحمة الله عز وجل واسعة الله شديد العقاب قال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يبقى غفور رحيم بس عذاب عذاب أليم عذاب شديد عذاب مهين إذا انتقم أخذ انتقام جبار يمهل ولا يهمل إذا أخذ 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 جبار نعوذ بالله تعالى من أخذه وعقابه وعذابه يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك دي وسيلة من وسائل الثبات وده درس مهم لازم نركز بقى في قصة اللي لادي عليه إن دي قصة ثبات لأنها بتحكي لنا سكة من سكة الثبات الثبات على المنهج الثبات على الصلاة المستقيم الثبات على الطاعة إيه السكة اللي بتحكيها لنا القصة دي السكة دي سكة الدعوة أن لزوم هذه الدعوات بإخلاص مع صالح العمل يؤدي إلى ثبات حتى الممات فإذا أردت أن يثبتك الله تعالى على الإيمان الخالص حتى تلقى الله وهو عنك راض إذا أردت أن يثبتك الله تعالى على الهداية إذا أردت أن يثبتك الله تعالى على التوحيد الخالص فمن الطرق اللي توصلك إلى مبتغاك إن حضرتك تحفظ على إنك تكرر الدعوة دي وتلزمها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الكل يحتاج إلى الثبات كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بتواضع جم بيعلمنا ببساطة إن كلنا محتاجين للثبات ده وإن كلنا المفروض نخاف من تقليب القلوب حتى الأنبياء أيوة حتى الأنبياء ما هو؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من تقليب القلوب قل لي يا شيخ معقول حتى النبي محتاج أن ربنا يثبته أيوة والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا من خلال هذه الدعوة وبعدين ما تستغربش أوي كده ممكن نراجع مع بعضنا بعض الآيات القرآنية بسرعة حنتذكر مع بعضنا إن ربنا عز وجل امتن على رسوله وعلى رسله وعلى الراسخين في العلم بالثبات قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا لولا أن ثبتناك يعني لولا أمن الله تعالى عليك بالثبات يا رسول الله لقد كت أن تركن إليهم شيئا قليلا إذن الكل في حاجة إلى الثبات فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعرف الصحابة أن الأنبياء والمرسلين وهو هو عليه الصلاة والسلام بنفسه يدعو ويكثر من هذه الدعوة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك طب إذا كان ده حال الأنبياء وحال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو يكثر من سؤال الله تعالى تثبيت القلب وخايف من تقليب قلبه خايف أن قلبه ينقلب بعد هداية إلى ضلالة خايف أن قلبه ينقلب بعد ثبات إلى زيغ خايف أن قلبه ينقلب بعد توحيد خالص إلى شرك خايف أن قلبه ينقلب بعد سنة إلى بدعة خايف أن قلبه ينقلب بعد توبة نصوح إلى ذنب أو معصية خايف أن قلبه ينقلب من الحق إلى الباطل ده سيدنا النبي فيعلمنا إحنا أن نتواضع يعلم العلمة ويعلم الدعاء ويعلم طلبة العلم ويعلم أي حد عنده مثقال ذرة من علم عنده أدنى مسكة من علم يقول له تواضع مهما كان مستوى ثباتك مهما كان زمن ثباتك مهما كانت السنين اللي أنت كنت ثابت فيها أو قريب فيها من الله لا تبقى خايف والآن من تقليب القلوب قل لي طيب يا شيخ طب ما أنا ممكن أبقى ثابت سنين طويلة وبعدين بعد سنين طويلة ربنا يقلب قلبي يبقى أنا بتوليت بأن ربنا هو اللي اختارني أنه يقلب لقلبي يقلب لقلبي من الحق إلى الباطل من الضلالة من الهداية إلى الضلالة من التوبة إلى المعصية أو إلى الكبيرة من اتباع الصراط المستقيم إلى البدع والشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله ما ربنا اللي اختارني بعض الناس هقولك كده بجهل فنقول لا تعالوا نرفع الجهل عن نفسنا ونعلم بعضنا ونذكر أنفسنا بالله عز وجل ونقول أحسن الظن بالله تعالى الرب جل جلاله كريم حينما يرى العبد يريد الهداية ويجتهد في طلب الهداية الله لا يزيغه وهو الذي وعدنا بهذا وأخبرنا بهذا في القرآن الكريم بل حين تكتهد في طلب الهداية تقرب من ربنا أكتر تزود في حسناتك أكتر تتعلم أكتر تقرب من سيدنا النبي أكتر تطبق سنة النبي أكتر ترفع عن نفسك الجهل أكتر تتعلم أكتر تزود النوافل في حياتك أكتر تزود حسناتك في الليل وفي النهار أكتر الله يزيدك هداية مش ينقلك من الهداية إلى الزيغ ليه؟ لأن الله تعالى يحب الخير لعبده قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إذا أحسنت إن الله معك مش ضدك مش عليك لا إذا أحسنت الله إيه؟ مع المحسنين وإن حرف توكيد وإن الله لا مع المحسنين اللي آكل لا توكيده آية تسكن قلبك وتملأ قلبك ويطمأنينة وإن الله لا مع المحسنين اكتهدت في الطاعة وأحسنت الله معك الله يثبتك الله يزيدك إيمانا على إيمانك يزيدك هداية على هدايتك قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم تلاقي الطريق بقى طريق سهل لك والذين اهتدوا وزادهم هدى وآتاهم تقواهم فإذا أنت كنت على الهداية وحريص على الهداية تطمن الحديث ده بيعلمنا كده الدعوة دي بيتعلمنا كده لكن لو أنت عايز الزيغ المضوع يبقى حاجة تانية بقى خالص لو عايز الزيغ ورأى الله تعالى من قلبك أنك تريد أن تزيغ تركك لتزيغ إن الله لغني عن العالمين في سورة فاطر يقول الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز عايز تبعد عن ربنا عايز ترجع للطريق بتاع زمان طريق العوج ارجع عايز تزيغ قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يبقى لما أصروا على الزيغ أو اختاروا طريق الزيغ أزاغ الله قلوبهم لكن إذا أردت الهداية الله يهديك ويبصرك بالطريق ويوسر لك الهداية لسه أريب كان فيه فنان أردني فنان معروف في عز الشباب 26 سنة أدهم نابولسي أدهم نابولسي كان مغني صوت رائع جدا موهوب جدا جدا في مجاله ومتقلق واجهة وشكل لائق وجميل جدا وحنجرة مميزة قل جدا بقى للصبح من عليه بالشهرة ابتلي بها وهو في عز الشباب ودلوقتي بعد لما حصد ملايين المعجبين والمعجبات وعنده تقريبا على قناته على اليوتيوب حوالي أربعة مليون متابع وأغانية يسمعها الملايين ومشاهدات بالملايين يقول بس خلاص استب هنا تبت إلى الله عرفت ربي يا جماعة أنا عايز أقولك على حاجة حلوة جدا أنا عرفت ربنا خلاص أنا أدركت بعد العمر دا بعد السن دا وانا في عز الشبابي دلوقتي ربنا بصرني وأدركت المهمة واللي أنا المفروض أسعى إليها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دنيا الألبت كما شاهدتم وشاهدنا هنا نقول انظروا يا أحباب بكل بساطة الرجل بكل بساطة جدا وبهدوء بعد الشهرة دي وبعد المشاهدات دي وبعد الدخل العالي دا وبعد المعجبين والمعجبات بطريقة عجيبة جدا الدنيا جاية تحت رجليه في عز شبابه مش بقى لما بقى وصل بقى خمسين وستين وسبعين سنة والحنجرة خلاص تعبت لا في عز قوته في عز حنجرته موهبته في عز شهرته في عز مجده يقول بس خلاص اسطب أنا هبدأ صفحة جديدة مع الله هنا بقى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم على النقيد قد تجد بعض المغنيين اللي في نفس السن او اقرب منه في السن وفيه كده فيه يعني لفحة ايمانية يعني يتذكر ربه يعرف ربه فيقول أنا نفسه توب على لسانه يقولها مرة كده أنا ما اتمناش ان انا اموت وانا لسه بغني طب يا عم ما توب بقى ما تبدأ صفحة جديدة مع الله يقول اصلا انا مش عارف ابدأ صفحة جديدة دلوقتي مع ربنا اصل الفلوس واصل الحفلات واصل العز واصل المجد واصل الشهرة او يتحجج ويبرر لنفسه وليلناس ويقول ايه يقول طب طب انا لو وقفت ماشي وقفت خلاص انا اكتفيت طب والافواه اللي ورايا والبيوت اللي مفتوحة ورايا يقصد مثلا فرئته مثلا يبقى البيوت يقول لها هو اقفالها لا انت مش هتقفلها ولا حاجة لان الرزق على الرزاق جل جلله انت منتش رزاق وانما ده انت عبد مش انت اللي بتأكلهم وتشربهم وبتكسيهم وتعالجهم لا ده انت كنت سبب واذا تركت لله وهم تركوا لله الله يعوضهم خيرا منه لا تبرر لنفسك فان هذا لن يكون لن يكون مبررا حين تقف امام الله عز وجل فنقول لهؤلاء ارجعوا الى الله وتبوا الى الله وهذه واحدة يعني ده اغنية واحدة اغنية واحدة اللي اغنيته والحب بتاعة ادم نابولسي عملة 350 مليون مشاهدة واحدة بس كبليه واحد بس ليه معدل 350 مليون مشاهدة ومع ذلك بكل بساطة الرجل انا نتوب تقول الله تاني يوم تلت يوم امحذف هذه الاغاني ايضا من على قناته بكل بساطة يعني انا منش عايز فلوس تجيلي من هذه السكة ومش عايز حد يسمعني كمان وانا بغني ومزيك وخلاص يتسمعوني بعد كده في خير اقدمه كفاية ذنوب لحد كده كفاية تحمل ذنوب الناس لحد كده مش عايزة اشيل اثقال الناس بعد كده يا الله هنيئا لا اسأل الله عز وجل ان يسر له طريق التوبة وان يثبته على التوبة وان يثبته على الايمان والتوحيد الخالص حتى يلقى الله وهو عنه راض واسأل الله عز وجل ان يصرف عنه شياطين الانس وشياطين الجن وكل تائب اللهم امين يا رب العالمين يا احباب حلقة اللي لادي فاتت مننا بسرعة لكن عايزك تتأمل كده الحديث وانا بقوله الاخر مرة قبل ما نختم الحلقة تتأمله وتعيش انت بقى فيه بعد الحلقة بقلبك الطيب الصالح سيدنا انس بيحكي لنا ان اكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه انه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله امنا بك وصدقنا بما جئت به اتخاف علينا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اخاف عليكم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء فأيوما قلب اقام اقامه وايوما قلب ازاغ ازاغه اسأل الله تعالى ورحمة الله وبركاته السلام